أهلا بحضراتكم من جديد يوم السبت اللي فات وجرية انتخابات أو جمال عمومية للجنة الحد نأسف اللجنة البرالنبية المصرية وشهدت منافسة شرسة ما بين الدكتور حسام الدين مصطفى ودكتور أحايد خطاب رئيس للجنة البرالنبية السابقة وكانت كلمة جمال عمومية طبعا للثقة للدكتور حسام وأكيد اللجنة البرالنبية لها طموحات وأحلام بس في البداية لازم نرحب بضفنا دكتور حسام الدين مصطفى ألم بيك يا دكتور مبروك وتكليف وتشريف من الجمال عمومية إن شاء الله نتقدها دكتور بيذن الله الله يبارك فيك وإن شاء الله ربنا يوفقنا ونحقق اللي نحن نحن بيه إن شاء الله دكتور يمكن حدك توليت المهمة دي قبل كده أه توليت المهمة دي في سنة 2012 نعم من 12-16 صح؟ أنا جيت من في إبريل 2012 لغاية بعد دورة لندن كان في مشاكل في ذاك الوقت فابتدت فهم يعني كان وقتها اللجنة بالتعيين ما كانش بالنتخلية صحيح فيعني وزارة الشباب كان يفتني في ذاك الوقت إن أنا أمسك رئيس اللجنة علشان كان ندخلين على دورة لندن وكان فيه شوية مشاكل فحمد لله عدينا المشاكل وحققنا في وقتها 15 مدينة بسم الله ماشاء الله وكان الفاكر كان حاجة رقم قياسي أربعة جبنا أربعة دهب أربعة فضة وسبعة برونز يعني بصراحة كان إنجاز كبير وأكيد من الخبرات أنت كنت يعني عارف الدنيا وشايفها فبتالي المهمة هذه المرة هي تبقى أسهل لأن أنت كنت موجود وشايف الدنيا من جوا نطمع أنها تبقى أسهل لكن هي طبعا فيه شغل كتير جدا مفروض حيتعمل الفترة اللي جاية ويعني وعايز موجود كبير طب خليني خليني طبعا أنا أحب أخذ الموضوع بالتدريج أنا أعطيقتك ليه لأن أنا مش عايز أخش في الجد على دولة عايز أخذها واحدة واحدة هو إذا تولد عند حضرتك الفكرة أو يعني تقفزت الفكرة اللي بقى حضرتك أو زهن حضرتك أن أنت تخوض الانتخابات هو الفكرة كلها أنه فيه كتير يعني في الفترة الأخيرة كلموني علشان أتولى يعني أو أخوض الانتخابات بتاعة لجنة فرانفيا كتير مقربين ولا كتير كتير من اللعيبة من المداربين من الإداريين من الوسط نفسه من الوسط نفسه وخصوصا بعد النتاج اللي حصل في دولة توكيو وكان هم عندهم أمال أنه النتاج دي تبقى أحسن صحيح من كده خاصة نحل حقا أنا خمشان مدارية في لندن يعني بزبط وكان فريد جانيرو برضو كان النتاج جايبين 12 مدارية فالناس قالوا والله إحنا عايزين يبقى فيه نوع من أنواع التغيير ده شجعك فده شجعك خصوصا أني أنا الحمد لله عندي من التراكم الخبرات القديمة والواحد بيبقى عنده الموتيفيشن أنه هو يشتغل في العمل التطوير فعش كده أترموكي أنا حقبة للمراتي أن أنا أترشح وربنا يسهل ويوفقنا طب حدك بدأت إزاي تتواصل مع الجامع العمومي يعني أنت حدك عشر اتحادات على ما تذكر حدنا 11 اتحادات أنا أصلا رئيس اتحاد المصري الباراليمبي لكرة طايرة من 2017 علاقتي بالوسط الرياضي علاقة أديمة من التسعينات أنا كنت عوضه مجلس دارت نادي القاهرة ثم نائب رئيس ثم رئيس ثم سكرتير عام للجنة البراليمبية طبعا اسمي بينا دكتور طبعا أكيد في الأول أنت حدك طبيب بشري طبعا وعندي علاقات كويسة مع الوسط الرياضي فمش غريبة عن الوسط طبعا فأنا نتكلمه نترح برنامج معين ونقول يا جماعة احنا عايزين نعمل برنامج ده احنا بنكمل المسيرة بتاعة الناس اللي موجودين والناس اللي سابقونا وإحنا عايزين نحق النتائج كويسة عن مستوى المحلي وعن مستوى الدولي وعطينا برنامج وعطينا خطة المجموعة اللي كانت نازلة معايا كمات مجموعة متميزة وممتازة اخترت قايمة كمتازة اخترنا قايمة وناس من تخصصات مختلفة ومن اعاقات مختلفة واقتنعوا بالبرنامج اللي احنا عملناه وربنا يوفينا ونقدر نفذه يعني طبعا شفنا كله ان قايمتك بالكامل نجحت يعني مع عادة الأستاذ محمد يحيا ما كانتش من قايمة حدودك والأستاذ محمد يحيا طبعا صديق عزيز من زمان يعني من اي اكتر من 10-15 سنة وطبعا وجوده معنا يعني اكيد هيضيف هيضيف باليو كتير هيضيف قيمة كبيرة جدا بالنسبة لان هو برضو خد خبرات كتير في الفترة اللي فاتت بالاضافة ان طبعا موقعك في مجال الصحافة اكيد هيبالوا ميزة كويسة وبانفة كويسة الجميلة الروح اللي حدودك بدئ بيها وجميلة ان حدودك مديدك للجميع وعايش تشتغل وهدفك هو يعني مديليات لمصر وفوز لمصر وترتيب البيت واشرف على الاتحادات بشكل جيد يعني جميل الروح اللي حدودك داخل بيها دي يا دكتور الحمدلله طبعا انا يعني تربطني علاقة طبيبة جدا حتى بالدكتور حيات خطاب ستة جميلة وعملت مجهود كويس في الفترة اللي فاتت وبرضو كل عظام مجلس الدارة اللي لم يوفقوا وبرضو علاقة بيه ممتازة واحنا منالوم احنا مش هنسبكو احنا لازم نستفيد بخبراتكو واحنا بنشتغل ازا عيلة واحدة يعني ما احناش فيش تنافس يعني بالعكس احنا كل من هيضيف المجال حنراحب بيه اكيديا